خلطت طهران الأوراق من جديد نحن أمام رسم جديد للخطوط الحمر في العسكر والسياسة فما قبل اغتيال قاسم سليماني ليس كما بعده ربما هذا ما أرادت طهران أن تقوله في خطوتها التي أعلن عنها المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي والقاضية بالبدء بتغسيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشئة فوردو النووية ربيعي أوضح أن ذلك يأتي في إطار تحرر بلاده التدريجي من قيود الاتفاق النووي ردا على خروج الولايات المتحدة منه وفي هذا السياق يمكن أن تندرج خطوتها في خانة الرد على ما أعلنه مستشار جو بايدن للأمن القومي جيك سوليفان في الساعات الأخيرة عن ضرورة التفاوض على برنامج إيران الصاروخي قبل الاتفاق النووي الخطوة الإيرانية تأتي في وقت يتواصل فيه التحشيد الأمريكي العسكري في الخليج من جراء القلق من رد إيراني انتقامي فهل يستغل دونالد ترامب الخطوة الإيرانية لكي يعلن الحرب؟ وهل يقدم الرجل قبل الرحيل على إلقاء تلك القنبلة المشتعلة في وجه جو بايدن؟ وماذا عن تبعات مثل هذه المغامرة؟ وما هي الدول القادرة على خوضها في الأصل؟ الأكثر سرعة في التعبير عن القلق كانت إسرائيل بنيامين نتنياهو اتهم إيران بمواصلة تنفيذ ما سماه مساعيها في تطوير برنامج نووي عسكري وأن إسرائيل لن تسمح لإيران بإنتاج سلاح نووي أما إعلامه فعدها الخطوة الأهمة التي اتخذتها طهران منذ توقيع الاتفاق النووي عام 2015 والخطوة الكبيرة للأمام نحو القنبلة النووية أما الاتحاد الأوروبي فعد خطوة إيران بمنزلة الخروج الكبير عن التزاماتها وله تبعات خطيرة على الحد من انتشار الأسلحة النووية وهو الاتحاد نفسه الذي خزل إيران في الدفاع عن الاتفاق النووي عندما انسحبت منه واشنطن